السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انهاكم طيب ان شاء الله تكونوا هانين وفي احسن احوال اليوم سنقدم لكم هذه التشكيلات على العصائر طبيعية 100% يعني واحدة تشكيلة رائعة بنفس هذا المركز اللي قلت لكم برب ان شاء الله يكونوا عندي متوفرين يعني الاقل ثلاث فواكه يعني متنوعة في نفس الوقت يعني قلت ندري لكم هذه العصائر باش تستفيدوا منهم ان شاء الله وتنوعوا بهم في رمضان نفس المركز اللي خدمتوا المرة اللي فت هنا يعني راح نعقبلكم لقاطات يعني على السريح وليبغيت الفيديو المفصل نخليه في صندوق الوصف ولا في الفيديوهات المقترحة ان شاء الله اذا تفكرت ندروا في الفيديوهات المقترحة كيف يفوت عليكم الفوق تضغطي عليها تفوتين لهذاك الفيديو هذه هي هنا يقدر تشوفوا نشرح لكم يعني بالتلخيص يعني لخصلكم شوية عندكم هنا يحب برتقال وحب ليمون يكونوا مجمدين جمدهم ليحهم بعد قطعوهم تنحيو لهم الزريعة وبعد يعني تروحوا تقطعوهم وديرو لهم حوالي ست مغارف الى ثمن مغارف بتاع سكر يعني حسب الحاجة وتديروا ربع لتراتع الماء وترحيوهم ليح مليح كما راكم تشوفوا تصفيوهم المرة اللولة وتعاودوا القشور هذوك تعاودوا وترحيوهم تزيدو لهم شوية محتهما وتعاودوا وترحيوهم وتصفيوهم تحصلوا على هذا الكستري ولا هذا المركز اللي نحن نختمو به برب ان شاء الله هذا العصير تعليون ولا هذا العصائر تعليون هكا هنا في المرحلة هذي تحبسوا ببلا ما تزيدوا الياغورت وهذا يعني احنا الياغورت درناها مراليفات في بلاس الفواقه بش يجي اقتصادي تحبسوا في هذا المرحلة تتحصلوا على هذا المركز يا البنات بعد ما تتحصلوا للمركز تقسموه الى كؤوس متساويات حبوا تديرو ثلاث كؤوس يعني وش دار لكم دار لكم انا جاب لي هنا ثلاث كؤوس هذو من تا ام وليد هذو الغرفيات هما غرفيات مسحنا نقول لكم كؤوس على خطر ايهزو كيمة تا ام وليد هكا ونقول لكم دائما كيمة تا ام وليد بش تعرفوا يعني المقياس يعني قد واش قاعدا ندير هذي هي على واش هنا تحكموا واحد من المركز هذي تزيدوا الكاس تعفاره ولا الكاس تعفاره ولا هنا هزي حوالي 180 كران هكا ونبعد ترحيوهم يعني هنا في المرحلة هذي ما تضيفوش الماء ترحوهم بالبلندر ولا بالبراميكسر اللي عندكم يعني يصلحوا حتى في الزاشوار يعني يصلحوا هذو العصائر يعني ترحوهم مليح مليح بعد ما ترحوها تصفيوه وشوفوا اللون تعووا ما شاء الله يعني شهي ما شاء الله هو والقوام يعني يا رائعين والمارة نزيد له كاس تعلماء يعني بش مدلكم هنا المقادير مضبوطة كيفاه نديروانه ومبعد انتوما يعني ديروا الماء كما تحبوه تحبوه خفيف شوي على هكا تحبوه يعني خاثر أكيد مش هح يكون خاثر كثير من هكا يعني العاصر هكرا وخاثر يعني أنا حسبوش زدت لو أنها هنا يا كاس تعلماء بركرا ويجي خاثر وإذا بغيتوا انتوما تزيدوا تخفوه خفوه كما تحبوه وبعد رأيت رخص الفارولة أنا يا واحدة العام يعني مش العام الفات عام الكورونا رمضان 2020 يظهر لي يا ندرت بيه حالة يعني كنت جبت بزاف صنادق صنادق تار فارولة وجمتها يعني وفي رمضان درنا بيه حالة هو يعني جمت القارس وتشينا هكك حبات كاملين متع عبت روحي موالو كل نهار يعني نخدم بها الكستري ونزيد ندير لها الفارولة نهار البنان نهار الفارولة نهار يعني كما تحبوه انتوما يعني تعقبوا رمضان ما شاء الله يعني دركها ما زال ما رخصتش الفارولة ما زالت غالية شوي وبصح مبعد في الصيف ان شاء الله ترخص شوي مع الوقت ترخص يعني مش محتم غير رمضان يعني العصائر ملاح في الصيف ككل هكك هذه المرحلة الثانية نتعلى الكيوية لبنات كمناتها على الفارولة عفوا ودلنا الكيوي نفس الشي يعني كاس على الكيوي كاس على المركز ونرحيهم ليه بعد ما نرحيهم ليه نزيد نصفيهم ونزيد لهم كاس على الماء هذه هي الكيوي هذكا لبنات 150 جرام يعني المجموعة نتعلى الكيوي بالقرام 150 جرام ماهوش كيمع الفارولة حاكا صفيت ونحيت لوبرك شوية هذك الحوبيبات عندي ولادي ما يحبوش الاخر وانتم ما تحبوه ما تصفوش خلاص تخليوه كامل كيمع راه يعني يجي ما شاء الله ثاني لي معندهم مش مشكلة مع هذك الحوبيبات الكحول يجو في الفارولة وفي البانان وفي الكيوي وهذا يعني عادي شوفوا هذا تعال الكيوي ثاني يجي شاهي ما شاء الله ونفوتوا انتع البانان يعني يتعالبانان شوية مختلف ونقول لكم مش تضيفوه لو هنا يقدرنا كاس انتع المركز ايضا مع كاس انتع البانان هنا جاتني بانانا وقل من النص يعني بانانا وشوية برك باش تعرفوا المقادير يعني اللي تحب تدير اذا تحبوا تديرو مثلا كميات كبيرة راكم تزيدو مثلا تديرو ثلاث بانانات المركز تديرو زوج كيسان وتديرو زوج كيسان تعل ما ولا ثلاثة هنا في البانانا انا احنقول لكم الاختلاف هنا في البانان شوفوا كفاه يجي خاثر بزاف زيت له كاس ونص انتع الماء ومن الاحسن هذا العصر تعلبانان كيما تديرو يعني تزيدو له حتى عصر الليمون على خطرا بعد يتبدل شوية لو انتاعو سينا يعني اذا شفتو روحكم يعني راح تطولوا عليه يعني باش تشربوه ديرو هكا اذا راح تديروه ان شاء الله هلا فطور في رمضان ولا حديرو هكا مغاء مع غدا ولا معاشا اخدمي لو مركز داعك قبل هكي خدمتيهم بعد كي تحبيت حاطيه في طابلة روح يزيدلو البانان ورحي ثم ثم يعني باش ميتبدلش اللون يعني باش تشربوه هكيك فراش ويعني ميتبدلش اللون تاعو شوفوا كيفاه يجي ما شاء الله ثاني تاع البانان وبقابلي ثاني فاوكه هكا شوية من البانان شوية من فارولة شوية من كيوي يعني درتبيهم هذك تاع فاوكه مشكلة الثاني هذا فاوكه مشكلة ولاخر بانان ولاخر فارولة وهذا اللول راه هتاع الكيوي تقدروا يديروهم يعني فاوكه هو اخره كيما الخوخ ثاني بالخوخ يجي هايل ما شاء الله تقدروا يديروه بالمشمش يعني من بعد انشالها اللحم تحطوا فاوكه اخرى ان شاء الله في الصيف وجي ورخصين نتمنى يا لبنت يكون اعجبكم هذا الفيديو يعني وتخليوا لي اعجاباتكم وتعليقاتكم فضلا وليس امرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته